موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكو حبايبي طلاب التوجيه الريادي الفندقي الاقتصاد المنزلي والزراعي اليوم بدنا نأخذ تطبيقات هندسية على التكامل غير المحدود كثير دار السهل كثير بسيط بس بيزيدنا ثلاثة أفكار في الدار السابق حينما نعطيكم الملخص مع ايه مع المراجعة الشاملة لما سبق وان شاء الله نذكركوا شوية شغلات بلزمنا الى الدارس هاض طلعوا معي حكينا اول اشي انه التكامل هاي رمز التكامل هو عكس ايه عكس الاشتقاق كيف يعني عكس الاشتقاق بمعنى لو شوف التكامل قاف فتحة للسين يعني لزمك تطلع ايش زي هيك راح تلاحظ انه التكامل مع الفتحة مع دال السين كلاته بيروح بيضال عندك اشي اسمه قاف السين او اذا كان بالشكل هاض تكامل ثلاث سين ناقص خمسة بالنسبة الى سين وطلب منك تشتق هاي الكمية كلها راح تلاحظ انه عندك الفتحة مع دال السين مع التكامل بيروح بيساوي ثلاثة سين ناقص خمسة هاي الفكرة تقريبا كل سنة تأتي في امتحان الثانوية العامة كضاع دائرة ما راح اجيب لك سؤال ايه راح اجيب لك سؤال ضاع دائرة عليها فكرة سهلة وبسيطة وبعدها اخذنا انه قواعد التكامل غير المحدود وحكينا عنا اربع قواعد القاعدة الاولى اذا كان يوجد عدد لوحده هاي ثلاثة دال السين شو منضيف له متغير فبصير ثلاثة سين زائد ايه جيم ايه الشغلة التانية لو كان عنا متغير هاي هون ستة سين بالنسبة الى سين شو هاي بتصير بتصير ستة سين واحد زائد واحد على واحد زائد واحد زائد جيم واللي هي بتصير يا حلوين ستة سين تربية عثنين زائد جيم وبتصير اللي هي ثلاثة سين تربية ايه واللي بعدها لو اخذنا جمع وطرح قلنا يوزع التكامل على الجمع والطرح ولا يوزع على الضرب والقسمة ابدا ممنوع توزع على ضرب وقسمة اذا كان في عندك قسمة لازم ايه تختصرها وتخلص منها اذا كان في عندك ضرب لازم تعمل وتخلص منه وبجيك السؤال هذا ايه بطريقة ايه ضرب اقواس يعني مثلا هيك ثلاثة ناقص سين في اربعة زائد سين على سبيل المثال وقال لك اوجد التكامل لاشي زي هيك احنا متذكرين انه في ضرب الاقواس الثلاثة هاي بديك تضربها في الاربعة وبدك تضربها وين في السين وكذلك السين بدي اضربها في الاربعة بدي اضربها في مين في السين يلا امشي على الخط الاحمر بتيجي بتحكي ثلاث ضرب اربعة والاشارة هون بعدها زائد اللي هي ثلاثة ضرب سين ما تنسى اشارة التكامل تحط القوس الكبير على الحين الطالب الذكي بينتبه ان السين هاي شو اشارتها ناقص والاشارة الناقص يعني بتعطيك ناقص فهي بصير ناقص سين ضرب اربعة ناقص سين ضرب سين فمنجر حين میں نعملها هي تكامل ثلاثة في اربعة قد اطناش ثلاثة في سين ثلاثة سين ثلاثة آسف سين في اربعة اللي هي اربعة سين وسين في سين اللي هو سين تربيع ي Squad نيجي مكملها اطناش بنحط اطناش هون ثلاثة سين ناقص اربعة سين اللي هي ناقص سين ناقص سين تربيع كاملة الحين تكامل اثناش بصير اثناشر سين ناقص تكامل السين بصير سين تربيع اثنين تكامل السين تربيع بصير سين تكيب على ثلاث زائد جيم كل واحدة على قاعدتها اللي تعلمناهم في القواعد السابقة بيجيك سؤال زي هيك توقع يجيك سؤال عزي هيك خمس علامات ممكن يجيك هيك وممكن يجينا بطريقة ثانية حكينا فرق بين مربعين لو قل لك تكامل العسبين مثالين تربيع ناقص ستة شو هان عندك عين زائد اربعة بالنسبة الى عين يوم بدك تيجي تكامل اشي زي هيك هاي راح تلاحظ ان هاي شو اسمها فرق بين مربعين كيف يعني فرق بين مربعين بمعنى اذا كان يوجد تربية وكانت اشارة ناقص والثاني اي مربع كامل شو يعني مربع كامل يعني في عدة تضربه في نفسه يعطيك اي ستة عشر اللي هو اربعة في اربعة في عدة تضربه في نفسه يعطيك عين تربية اللي هي عين في عين يلا امسك الحين كثير سهلة الامور بتحطي التكامل بتيجي بتحكي هاي عندي قسين هون وهنا عين وهنا عين هون بتحط ناقص اربعة هون بتحط زائد اربعة كلها ياتوا على ايش على عين زائد اربعة انت الحين بتيجي بتعمل شو انه العين زائد اربعة مع العين زائد اربعة بالنسبة الى عين بتطير فبيضل عندك التكامل لا عين ناقص اربعة بالنسبة الى عين كامل هاي شو بتصير عين تربيعة نين ناقص اربعة عين زائد شو جيم كيف كملناها كملناها على الطريقة السابقة واضحة سهلة الامور مش صعبة في الفرق بين مربعين والاخيرة اذا كان يوجد عندك عبارة تربعية بديك تخليها في بالك فمثلا لو اعطى قال لك بدي تكامل سين تربية ناقص ثمانية سين زائد ستعاش هل ايه على سين ناقص اربعة وحكا لك بالنسبة الى سين اكيد يالله يومنا نجي نكامل اشي زي هيك لاحظ انه البسط هو اللي بقدر ابسطه المقام ما بقدر هو فيه اشي فبدك تلاحظ طبعا سين هون لا يساوي اربعة لازم نحطها كاساس رياضي ايه هون من ايجي نتطلع سين تربية ناقص ثمانية سين زائد ستاش سي بنحكي لها عبارة تربعية ايش يعني عبارة تربعية بمعنى فيها سين تربية وفيها سين وفيها عدد لوحده هذا هو اللي بديك تعرف عنه هيك شكلة احفظها هيك شكلة سين تربية سين وعدد تحلل بايه بسؤالين شو هم السؤالين سؤالين ذهبيات بتضرب بدي يعطيك 16 موجب والجماعة قدي بدي يعطيني ثمانية سالب واسحك تنسى السالب بتعمل لك كارثة هيدا بتتخربط فيها شو هم العددين تجمعهم بعضوك سالب ثمانية وبتضربهم بعضوك 16 في الشي اللي هم سالب أربعة وسالب أربعة فهي بتبسطها كيف بتصير بتحطي التكامل البسط من بدله في قوسين بتحط سين وسين والعددين هم ناقص أربعة وهون ناقص أربعة كل ياتوا على كام على سين ناقص أربعة بالنسبة إلى سين راح تلاحظ إنه سين ناقص أربعة مع سين ناقص أربعة بتطير فبيصف عندك التكامل اللي هي سين ناقص أربعة بالنسبة إلى سين كامل السين شو بتصير بصير سين تربعة نين ناقص أربعة سين زائد جيم بهذا الشكل مش صعب سهل وبسيط بس شو بدك تكون عندك القواعد متذكرها لا ننسى شغلتين شو بديش أنسى تنساش إنه شو يعني جذر تكيب إلى سين قوة 6 عسب المثال طالع مثلا ممكن يعطيك يا هيك وقال لك بدي التكامل بالنسبة إلى سين خوفنا سؤال زي هيك ولا مرة صير التكامل لسين بتحط إشارة الكسر 6 فوق و 3 تحت بالنسبة إلى سين راحظ إنه 6 وال3 شو بيصيره 6.3 2 طالع ما أحسالها رجال زي كأنها سين تربية ويصير سين تكيب على 3 زائد جين طالع ما أحسالها بدي تكون فاهم القواعد طيب ممكن يعطيك يا بصيغة أخرى ممكن تعطيك يا هيك 1 على سين تربية بخوفنا هيك تكامل وهاو طلع تيجي بتطلح على فوق شو بتصير سين ناقص 2 التكامل بالنسبة إلى سين ويساوي سين ناقص 2 زائد 1 على ناقص 2 زائد 1 زائد جين سين اللي هنا ناقص 1 على ناقص 1 زائد جين ويساوي سالب سين ناقص 1 زائد اي جين سهل الأمور وبسيطة ما في إشي خلينا نحكي يعني مستاهل إنه يكون يعني صعب فيه لا كله سهل ما في إشي صعب فيه واضح التكامل ظل في أن قاعدة اللي هي القاعدة رقم 4 حكينا لو كان عندي عدد مضروب في قاف السين هيك قال لك الخمسة هاي العدد المضروب لا يؤثر خمسة هاي بتمسكها بطلحها برعادي ما في أي مشكلة فرصير خمسة في قاف السين بالنسبة إلى سين كيف يعني لو واحد أعطاك يا بهذا الشكل قال لك أوجد تكامل خمسة سين ثربية بالنسبة إلى سين الخمسة هاي بتصفها على جانب ولا زي كانها موجودة بتخليها زي ما هي هاي خمسة وبتقول اثنين زائد واحد على اثنين زائد واحد زائد جيم بتصير هاي خمسة ملزقة عني ضرب هنا سين تكيب وهنا بتحط ثلاث إذا في اختصارات بتختصرهم ما بين البسط والمقام ما في اختصارات خليها بهذا الشكل ما في أي مشكلة هذا هو ملخص الدرس السابق يعني أفكار ما في أفكار غير هيك وهذا هو يعني خلنا نحكي محور حتى الوحدة كاملة محور الوحدة الدرسات جدا مهمة تكون فاهموا منيح إذا فهمتم مني راح تشوف إن شاء الله الدرس اليوم سهل والدرس اللي بعد راح تشوفه سهل إن شاء الله وكل الوحدة راح تشوفه سهله طيب اليوم بدنا نأخذ تطبيقات هندسية خليني بس ألخصلكوا شو بدي يصير اليوم تطبيقات هندسية على إيه على التكامل إذا منذكريا خصوصا طلاب الريادي أو التجاري حكينا لكم إنه خلنا درس اللي هو ميل المماس والعمودي وحكينا لك في درس المشتقة الأولى شو في درس المشتقة الأولى إنها تساوي ميل مين ميل المماس فيعني ميل المماس شو يعني يعني المشتقة كيف يعني كمان مرة شو يعني ميل المماس بمعنى المشتقة يعني زي النقاف فتحة أو صاد فتحة أو دال صاد عدال سين كلها نفس الأفكار واضحة هذا إشي بدي إياك تدير بالك يعني إذا بده ميل المماس شو بدك تأخذ بدك تروح تجيب مشتقة هاي أول فكرة بدي إياك تكون متذكرها من الفصل الأول طلعوا قاعدة الإقتران طلعوا قاعدة الإقتران إذا هطلب مننا قاعدة الإقتران شو يعني بمعنى إنه الإقتران الأصلي يعني لو ما أعطيك هيك طلعوا لو ما أعطي قاف السين أو قاف فتحة للسين ثلاثة سين تربية زائد أربعة وقال لك أوجد قاعدة الإقتران إنت شو بدك بدك قاعدة الإقتران الإقتران شو ماله الأصلي يعني بدك شفتحة فشو بدي عكسة المشتقة بتكامل بتقول تكامل قاف فتحة للسين يساوي التكامل لثلاثة سين تربيع زائد أربعة بالنسبة إلى سين لاحظ أن التكامل مع الفتحة بتروح ممعكس بعض فبضل قاف السين يساوي كامل هاي شو بتصير ثلاثة سين تكيب على الثلاث زائد أربعة سين زائد جيم بهذا الشكل بدك تختصر ثلاثة مع ثلاثة بتروح بضل سين تكيب زائد أربعة سين زائد هاي قاعدة المشتقة الأولى بمعنى ميل المماس طيب في عندك ملاحظة يعني بس هذول الثلاثة أسطر مهم نتعرفهم بعد يرغم بالش نحل إذا قال إليك أعطاك نقطة يمر بالنقطة على سبيل المثال ثلاثة وخمسة بفهم منه شغلة هاي شو بفهم منه بفهم هاي النقطة إذا عوضت ثلاثة في الاقتران طلع كي بفهمها إذا عوضت ثلاث في الاقتران الأصلي بس في الاقتران الأصلي يعطيني شو خمسة بمعنى باختصار قاف الثلاث شو يساوي خمسة هذا البديك تفهم إذا أعطاك نقطة كمان مرة لو أعطاك نقطة هيك مثلا سالب واحد وستة تفهم إنه قاف السالب واحد شو بعطيني الجواب ستة واضحة الفكرة هاي اللي بديك تفهمها إذا أعطاك نقطة شو مبدأ النقطة يمر بالنقطة كذا يقطع النقطة كذا إنه إذا عوضت داخلها ثلاث شو بعطيني الجواب بعطيك الجواب خمسة هذول هما الثلاث عفكار المطلوب منك تفهمهم لتحل التطبيقات الهندسية شو هي الفكرة الأولى الفكرة الأولى المشتقة الأولى هي ميل المماس قاعدة الاقتران بدي الاقتران الأصل إذا عطاق قف فتحة بدك تعمل تكامل ترجح حلوين للأصل يمر بالنقطة كذا فإنه يعني إذا عوضت ثلاث بعطيك خمسة وكواحدة كمان بونس هدية ومهمة جدا مماس أفقي شعني مماس أفقي مماس أفقي يعني قاف فتحة عند النقطة اللي بعطيك يا شو يساوي صفر واضح شو يعني مماس أفقي أي أن المشتقة تساوي صفر يعني ميلو يساوي صفر هيك مماس أفقي واضحة جدا سهلة وبسيطة الأمور بس بدك تدير بالك هيك كثير سهلة وبسيطة شو يعني ميلو يساوي صفر وخلينا نبلش الحين في درسنا اشحكينا بمثال رقم واحد اذا كان ميل المماس لمنحنة قاف السين عند اي نقطة عليه يهطى بالقاعدة طالعا معطيك ميل المماس شو حكي لك انه هي قاف فتحة في العادة ممكن ما يحكي لك انه قاف فتحة لازم تفهم انه ميل المماس هيها دائما هيها قاعدة اجد قاعدة الاقتران قاف السين علما بانه يمر بالنقطة سفر وسبع شو يعني يمر بالنقطة سفر وسبع بمعنى قاف السفر شو يساوي سبع ليست قاف فتحة للصفر سبع قاف السفر يساوي سبع واضح بدك تدير بالك طيب احب يقول لي هذا سهل يعني بدنا قاعدة الاقتران يعني الاقتران الاصلي هيقاف فتحة للسين معطيك ايابي هذا الشكل ثلاثة سين ناقص واحد مشانه بدي اوجد شو التكامل تكامل قاف فتحة للسين يساوي تكامل ثلاثة سين ناقص واحد وما ننسى نحط بالنسبة الى سين على الطرفين يعني بريستيج زي ما بيحكوها قال التكامل مع الفتحة مع دال السين بروح شو بيضال عندي بيضال عندي قاف في السين هون يساوي يلا كاملها هاي شو بتصير ثلاث سين تربية عثلين ناقص سين واحد ضرب سين اللي هي سين زي ما هي بتضل شو منحط هان زائد جيم طيب بتقول لي هاي اوجدت القاعدة بقولك انت اوجدت القاعدة تقريبا ليست كاملة ليش ضل عندي هالجيم مجهول بتقول لي عشان هيك اعطاك هاي امور بالنقطة بقولك صح مية بالمية انت بتيجي بتحكي لي انما اعطيك نقطة سفر و سبعة فبتحكي قا في السفر شو يساوي سبعة هاي منقول قا في السفر ماذا يساوي سبعة اعوض هون سفر هاي السبعة بدع القا في السين هاي سبعة اعوض وين ما في سين سفر طلعوا ثلاث في سفر تربية اثنين ناقص سفر زائد لاحظوا ايش في سفر في الدنيا شو بدي يعطينا هاي السبعة ما خاصة بتنزل زي ما هي هاي راح تضع لها سفر وهنا ايضا سفر وهنا زائد فاي سبعة شو يساوي سبعة يساوي بهذا الشكل سهل الامور وبسيطة سبعة شو يساوي يعني شو قاعدة الاقتران بتنقل هاي زي ما هي وبس بتعدل عليها شو شغلة واحد هاي بتقول قاف سين يساوي ثلاث سين تربيع على تنين ناقص سين بدل جيم شو ما نحط سبعة ويخلف عليك هذا هو المطلوب منك في هذا السؤال وهي هي بهاي الطريقة هاي الجواب بهذا الشكل نطلع على مثال رقم اثنين الى السين يساوي اثنين ناقص اربعة سين وقاف السين له مماس افقي عند النقطة ثلاثة وثلاثين الواقع عليه اجد قاعدة الاقتران اول 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 شغلة شو حكي لك له مماس افقي شو يعني قاف فتح للثلاث شو يساوي صفر ليش قاف فتح للثلاث صفر لانه النقطة شو اسمها ثلاث هيك المعنى هاي اتفقنا عليها في بداية الشرح بدأ وجد قادة الاقتران بتقول لي هاي بدأ اكاملها مرتين يلا قاف فتحتين للسين معطيك هي يساوي اثنين ناقص اربعة سين بتاخد تكامل هون بالنسبة الى سين وبتاخد تكامل هون بالنسبة الى سين يلا الحين هاي التكامل مع واحدة من المشتقات بالطير فبيضال عندها قاف فتح للسين يساوي كامل الاسود اللي هي اثنين سين ناقص اربعة سين تربية على اثنين زائد جيم الحين اسمع جيم انت ما بتعرف شو هي طب كيف بدي اوجدها ايوه انا بدنا نوجدها طلعوا جماعة الخير شو معطي قال لك مماس افقي عند النقطة بمعنى المشتقة عند هاي النقطة شو تساوي صفر صح ولا لا فبتقول لي انت معطيني النقاف فتح للثلاث شو يساوي صفر فمعنا تقاف فتح للثلاثة هون شو بتساوي صفر ويساوي عوض وين مكان ثلاث بدل سين طلعوا اثنين بدل سين نحط ثلاث ناقص اربعة اثنين مهي اثنين وحط هون ثلاثة تربيع زائد جيم لعظ انه هنا صفر تنين في ثلاثة ثلاث تربيع تسعة في اثنين ثمن تاش زائد جيم فجيم قدر بتطلع عنا ستة ناقص اثمن تاش اللي هي سالب اثناش ونقل على الطرف الثاني فبتطلع جيم كم اثناش جيم بهذا الشكل كم طلعت اثناش كيف هي صارت حياة هون اللي مش فهمها سفر يساوي سالب اثناش زائد جيم من وين اجت السالب اثناش ستة ناقص اثمن اثناش ديناتك اثمن اثناش شكل معك ستة شكل فسد هالستة بيضال عليك اثناش وعكس السالب موج اثناش موج اثناش فجيم شو بتطلع اثناش لاللي ما فهمها من وين اجت طيب الحين بدي اياك تدير بالك هاي طلعنا جيم هاي يعني قاف فتح شو يساوي هاي بتقول قاف فتح للسين بعود بانجل الاقتران وبعود مع الجيم شو اثناش هاي اثنين سين ناقص اثنين سين تربية بدل جيم شو من نحط هاي من اثناش ليش حطينا هون اثنين لانه اربعة تقسيم اثنين مهي اثنين اختصرناها وريحنا حال طيب بس الساعة ما خلص هو شو بده بده قاعدة الاقتران لاحظ ان ما عطينا نقطة زي هاي شو هاي النقطة النقطة هاي نستفيد منها ايش واحد شو هي انه قاف الثلاث قاف الثلاث مش قاف فتح ركز قاف الثلاث شو يساوي ثلاثين طب بتقول طب انت خدت انا قاف فتح نعم لاني انا عن شو كنت احكي للمماس وقلنا مماس وفقي بمعنى المشتقة عند النقطة شو تساوي صفر هاي هي ادفكر تك ايه تصفت حالك والامور ومرة على مرة بتمش الامور سهل يا ما في غير هالفكرتين قاف ثلاث يساوي ثلاثين بدنا كامل يلا كامل هذا الاقتران وكامل هنا بالنسبة الى سين وهنا بالنسبة الى سين هنا شو بيضل هنا بيضل قاف السين يساوي كامل النقطة هاي شو بتصير ثنين سين تربية على ثنين ناقص ثنين سين تكيب على ثلاث زاد اتناعش سين زاد ايه جيم لاحظوا ان اثنين مع اثنين هاي بترتاح منها فوق وتحت اثنين على ثلاث ما بنقدر نختصر بيضل هزاي ما هي احنا شو حكيلك هو حكيلك هنا في النقطة انه قاف الثلاث يساوي ثلاثين هاي هم اعطيك اياه حكينا انه قاف هاي قاف الثلاث شو يساوي ثلاثين حين بدك تعوض محل قاف في السين محل قاف في السين شو بدك تحط ثلاثين رايح حالك وين ما في سين شو بدك تحط ثلاث فهنا ثلاثة تربية ناقص اثنين في ثلاثة تكعيب على ثلاث زائد اثناش في ثلاث زائد جيم بهاي الطريقة كل هذا عشان نوجد جيم ونعبد نكتب الاقتران بقيمة جيم تسعة وإصلا هذا يقول لي ستة ايه ثلاثة تكعيب يعني ثلاثة 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 هي بتصير اثنين في سبع وعشرون على ثلاث اثناش في ثلاثة ستة وثلاثين زائد جيم ثلاثين يساوي تسعة ناقص رايح تلاحظ انه السبع وعشرين والثلاث هي فيها واحد وهي فيها قدي تسعة اثنين في تسعة كام ثمنتاش زائد ستة وثلاثين زائد جيم ثلاثين يساوي تسعة ناقص ثمنتاش سالب تسعة زائد ستة وثلاثين زائد جيم وهنا ثلاثين سالب تسعة زائد ستة وثلاثين جماعة الخير اللي هي كام سبعة وعشرون زائد جيم بتنقص من هاي السبع وعشرين ونقص سبعة وعشرين من الطرفين ثلاثين ناقص سبعة وعشرين ثلاث ويساوي جيم جيم قد طلت في الأخير ثلاث بعد كل هالحكي أعود انسخ الاقتران الأصلي هاي وهذا وبسحط محل جيم ثلاث يالون انسخ سين تربية هاي منقول هاي القاعدة قاف السين يساوي سين تربية ناقص اثنين على ثلاثة سين تكعيب ناقص اثنين على ثلاثة سين تكعيب زاد اتناعش سين زاد قدي جيم ثلاث وهي القاعدة الكلية للاقتران وهذا صعب سؤال ممكن يجيك يعني خلنا نحكي في ايه كفكرة ليس صعب بس بده ايه بده يعني زي ما نحكي بده يهمه بده يبطى بيكون فاهم شو بيصير هذا هو مثال اثنين وباطحة كيف الامور بهاي الطريق تأكد من الجواب سين تربية ناقص اثنين على ثلاث سوري اسف طيب سين تربية ناقص اثنين على ثلاث سين تكيب زاد اتناعش سين زاد ثلاث بهذا الشكل هذول هم امثلة الكتاب يالله خلينا نحل ايه الاسئلة نحل الاسئلة وراح تصف ان شاء الله ممكن حسطين او ثلاث رح نصفيها اضافة على كل اشي اسمه تكامل غير محدود سواء بالهندسة او بغير الهندسة نطلب مبعض على تمارين ومسائل ونشوف التمرين الاول السؤال الاول رح تلاحظوا ان الفكرة بتتكرر اكثر من مرة وهي بس هنا عندك هالثلاث اصدر اللي كتبناهم اول الدرس هي افكار ايه الدرسة الجديدة او مش الجديد يعني بس يعني هاي الشغلات اللي بدأ يكون ايه انت فاهمها نطلح هون على هذا السؤال حكينا اذا كان ميل المماس لمنحناء الاقتران عند اي نقطة يعطى بالعلاقة الاتية قاف فتحة للسينجل اعطيك اياه خمسة اجد قاعدة الاقتران بان منحناء يمر بالنقطة اثنين وثلاث كثير بقان بسيط اذا بتقدر او بتقدر تحلي هذا السؤال قبل ما احله سهل جدا ما تنسي النقاف اثنين شوزا وثلاث يلا لازم تقدر تحلوا دوني وقف الفيديو وحاول حلو اكثر ايش بتستفيد يلا نطلق قاف فتحة الى السين ماذا يساوي خمسة انا بدي القاعدة فبدي اكامل الطرفين كامل بالنسبة الى سين وكامل هنا بالنسبة الى سين رح تلاعظ انه التكامل مع فتحة ومع ذال السين بتروح فبيضل عند قاف السين يساوي خمسة سين زائد جيم بس انا شو مشكلتي مشكلتي انه جيم هاي لازم اعرفه معطيك في قاعدة الاقتران انه قاف التنين يساوي ثلاث بمعنى قاف اثنين يساوي خمسة ضرب ثنين زائد جيم صح ولا مش صح وقاف ثنين قديم معطيك اياه ثلاث يساوي خمسة ضرب ثنين عشرة زائد جيم نقص عشرة من الطرفين فجيم كم يساوي جيم يساوي سارب سبعة واذا مكان جيم يساوي سالب سبعة فبدك تحكي قافي سين يساوي خمسة سين ناقص ايه سبعة بهذا الشكل ليست صعبة الأمور الأمور سهلة وبسيطة بس بدك تدير بقى لك شوي شوي بتمشي الأمور نقلنا الاقتران كل يات وعوضنا محل جيم ايه سالب سبعة نتطلع على اللي بعده سؤال اثنين اذا كان ميل المماس لمنحض الاقتران عند اي نقطة عليه يهطى بالعلاقة الاتية اجد قاعدة الاقتران انه بمر بالنقطة اثنين وسبعة نفس السؤال السابق بس بطريقة اخرى هيقاف فتحة الى السين يساوي السين زايد اي ثلاث كامل الطرفين هاي هنا تكامل هنا تكامل بالنسبة الى السين بالنسبة الى السين فهنا شو بيضل التكامل مع الفتحة بيروح بيضل قاف السين يساوي كامل الطرف الثاني هي بصيل سين تربيع اثنين زايد ثلاثة سين زايد جيم الحين الطالب الشاطر بدي يفهم شغلة واحدة انه قاف التنين شو ما لها يساوي كام سبعة نفس الفكرة بتقول لنفس السؤال السابق لا سب الشديد يعني ما في اي اختلاف قاف التنين بتقول هون تنين تربيع ع تنين زايد ثلاثة ضرب تنين زايد جيم الحين قاف التنين شو يساوي حكينا انه يساوي سبعة ويساوي اثنين تربيع اربعة اثنين اثنين ثلاثة في اثنين ستة زايد جيم هنا سبعة يساوي اثنين زايد ستة ثمانية زايد جيم نقص اثماني من هون نقص ثمانية من هون فسبعة نقص ثمانية كم يساوي سالب واحد ويساوي جيم بهذا الشكل سهل الأمور وبسيطة بس بدك تدير بالك جي يمشي يساوي سالب واحد نطلع على سؤال رقم ثلاث أيضا سؤال رقم ثلاث يعني ما فيش مميز إذا كان ميل المميز لمنحن الإقتران كافي السين عند أي نقطة عليه يعطى بالعلاقة الآتية كاف فتحة للسين أه سين زاد واحد تكيب شو هي سين زاد واحد تكيب أحب نشرح قصتها أجد كافي الثانيين علما بأن منحنى كافي السين يمر بالنقطة سفر واثنين شو أنا بمر يعني هاي كافي الصفر قدي بعطيني كافي الصفر يبعطيني جوابها اثنين هاي هي الفكرة طيب نجي نطلع الإشي اللي بجيدة جديد هنا اللي هي كاف فتحة للسين يعني بدك تبسطها اللي هي سين زاد واحد كل يات وتكيب طيب هاي كيف بدنا نفكها هاي جماعة الخير بدك تدير بالك هاي ما بدك تحفظ القاعدة تبعدتها هايها بصورة كاف فتحة إلى السين يساوي سين زاد واحد في سين زاد واحد في سين زاد واحد واضح شو معناها تكيب يعني كارلناها ثلاث مرات طيب هاي شو بدنا نعمل فيها بدنا نضربها بتقول لي هاي كل بدا ضربها بقول لك كيف بدا ضربها طلع بتمسك السين بضربها في هاي وبضربها في هاي وبأمسك الواحد واضربها في هاي وبضربها في هاي سهل ضربها يعني ما تخاف مش فهم يعني ليش هما في منهاج التجاري بيركزوكوا ع ضرب الأقواس بهذا الشكل احنا اضرب أول قوسين شو بيطلع معك يلا نمشي مع الأزرق سين ضرب سين زاد سين ضرب واحد وبعدها امشي مع البنافسجي اللي هي واحد ضرب سين واحد ضرب واحد هاي ماشينا على السهم واحد ضرب سين واحد ضرب واحد كلياته هذا الحكيم بدك تدير بالك بدك تضربه في ايه في الأحمر اللي بيضال اللي هو سين زاد واحد لانه في عندها قوس ما ضربته ليش لازم نعمل كل اشي هاي مش فهمش فكرة السؤال بس اللهم هم بيشددوا انك تريد تضرب أقواس بشكل جيد كفتحة للسين سين يساوي سين في سين سين تربية سين في واحد سين واحد في سين سين واحد في واحد واحد كل الحكيم هذا شو بدك تضربه في سين زائد واحد لاحظوا الحين هذا بتقدر تبسطها الأسود بسط الأسود شوي فبصير سين تربية سين زائد سين اثنين سين زائد واحد في سين زائد واحد الآن بدك تضرب القوس صادقي بضرب القوس دائما بدك توزع كل واحدة على الثانيات يعني كيها سين تربية بدك تضربها في سين بدك تضربها في واحد اثنين سين بدك تضربها في مين في سين بدك تضربها في واحد والواحد بدك تضربها أيضا في سين بدك تضربها في مين في الواحد وضربها كمان مرة يلا نمشي مع الأزرق سين تربية ضرب سين زائد سين تربية ضرب اي واحد طيب هذا كله ياته كافة حالة السين وهنا كافة حالة السين يلا امشي على الزهري تنين سين ضرب سين زائد اثنين سين ضرب واحد وامشي على الاخضر اخر اشي واحد ضرب سين ما هي سين واحد ضرب واحد ما هي واحد يلا احنا بدنا نيجي نبسطها وبعدها خلاص وصفي زي سؤال السابق واللي قبله كافة حالة السين سين تربية ضرب سين بمعنى سين ضرب سين ضرب سين ثلاث مرات سين تكعيب سين تربية ضرب واحد سين تربية تنين سين ضرب سين اللي هي ثنين سين تربية ثنين سين ضرب واحد ثنين سين وانا بيصفي عنا بالاخضر هالسين والواحد زائد سين زائد واحد الطالب الشاطرة والطالب الشاطر بيبسط المسألة قد ما بيقدر قبل ما يعمل التكامل دائما فسين تكعيب نزلها ما فيه اشي بيشبهها خليها زي ما هي بسين تربيع فيه بيشبهها ثلاث سين تربيع بلوزة وبلوزتين شو يساوي ثلاث بلايس ثلاثة سين تربيع ثلاثة سين وصين شو بيصيرو ثلاثة سين زائد اي واحد اعمل تكامل للطرفين وريح راسك كامل هاي وكامل هاي هاي بالنسبة إلى سين وهاي بالنسبة إلى سين صفت الأمور الحين سهلة منا نكاملها فبتصير كاف السين يساوي هاي سين قوة أربعة على أربعة وهون ثلاثة سين تكيب على ثلاث هون ثلاثة سين تربية عثنيا وهون سين وما تنسى تحط الجيم هاي وصلنا إلى القاعدة والشكل الأصلي بس إحنا بدنا نرجع منذكرين إنه قال لك كاف الصفر يساوي اثنين طالب أحسن ومعطيك على الصفر عشان يريحك منهم كل ياته قال لك هاي من النقطة سفر واثنين بتقول إنه كاف الصفر شو يساوي يساوي اثنين فأنا بنعوض ايه صفر يلا كاف الصفر هاي هكاف الصفر يساوي سفر قوة أربعة على أربعة هاي محاية ثلاثة مع ثلاثة بتروح بيضال سفر تكيب وهون بيضال ثلاثة في سفر تربية عثنين وهون سفر وهون زائد جيم كاف الصفر قد يبيعضيك اثنين هنا سفر و سفر و سفر كلاته بتصفر بيضال جيم طالما أحسن وعطاك جيم شو يساوي اثنين على طول فمعناته قاعدة كاف السين الكلية يعني كاف السين شو معطيك اياه كلها بس نجل هاي و زيد عليها ايه اثنين بدل جيم سين قوة أربعة على أربعة زائد سين تكيب زائد ثلاثة على اثنين سين تربية زائد سين زائد أربعة اه سوري اسف بدل جيم شو ما نحط اثنين اسحك تخربط ايه بطريقة زي هاي ديروا بالكم جيم اثنين الحين هو شو طالب كمان طالب ايه اوجد كاف اثنين بده كاف لشو لاثنين خلص هاي فكرة تسهلة شو هي كاف لاثنين يعني بس عوض ايه اثنين هاي بدنا نوجد كاف اثنين ويساوي اثنين قوة اربعة على اربعة زائد اثنين تكيب زائد ثلاث ضرب اثنين تربية مع اثنين زائد اثنين زائد اثنين فبيطلع معك كاف التنين يساوي اثنين قوة اربعة بمعنى اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين يعني معناها اثنين اربعة مرات هيك معناها تنين في تنين في تنين في تنين قد بيعطيك ستاش على اربعة 2 تكيبين 3 مرات ويعطيك 8 2 تربيع 4 3 كم 12 وهون 2 زائد 2 4 فصفة 3 16 تقسيم 4 4 زائد 8 12 تقسيم 2 ما هي 6 زائد 4 4 16 18 كلها تبيل حقا قدي قيمته بتصير 28 الإجابة كم قيمتها 22 بهذا الشكل بدك تدير بالك سؤال رقم 4 حكا لك إذا كان قاف فتحتين إلى السين يساوي سالب 12 سين وكان ميل المماس يساوي 4 شعني ميل المماس يساوي 4 يعني قاف فتحة عند النقطة 0 شو يساوي بها 4 دير بالك وإصحك تأخذ النقطة هاي هاي معناها قاف الصفر يساوي 3 إذا فهمت هذول النقطتين انتهي عم صف الأمور سهلة أجد قاعدة الاقتران قاف السين هذا زي المثال يلا هاي معطيك قاف فتحتين هاي معطيك سالب 12 سين زايد 2 طالب الشاطر يقول بدي أكاملها كامل هون بالنسبة إلى سين هنا بالنسبة إلى سين بيصير عندك هنا قاف فتحة بيضل بيضل قاف فتحة واحدة إلى السين يساوي يلا السالب 12 سين تربية عثمين زائد اثنين سين زائد جيم تقدر تبسطها نعم 12 تقسيم 2 هاي فيها واحد وهاي فيها 6 فقاف فتحة إلى السين يساوي 6 طبعا هم بالسالب سين تربية زائد اثنين سين زائد جيم أحنا بدي أكامل شغلة شيء الشغلة بدي أكاملها بدي أكامل أنك تتذكر أنه قاف فتحة إلى الصفر شو يساوي 4 منطل قيمة جيم يعني قاف فتحة إلى الصفر يساوي سالب 6 في سفر تربية زائد اثنين في سفر زائد جيم بس أمعطيك إياها من السؤال نقاف فتحة إلى الصفر شو يساوي 4 4 يساوي 0 زائد صفر زائد جيم ومنه جيم شو يساوي 4 فهاي بصير عندنا قاعدة تقاف فتحة إلى الصين بصير عندنا قاعدة إيه هيها بهذا الشكل انقلها زي ما هي بس إيه حط محل جيم شو ماله 4 حين البدي إياك تدير بالك منه شو بدي إياك تدير بالك بدي إياك تكاملها كمان مرة و تدير بالك من شو من قيمة جيم فهاي بتصير قاف في السي يساوي سالب 6 سين تربيع على ثلاث سوري سين تكعيب على ثلاث زاد 2 سين تربيع على ثلاث زاد 4 سين زاد جيم حاول بسطها قبل ما إيه ما أتعوض فيها هيقاف في السين يساوي السالب 6 والثلاث هي فيها واحد وهي فيها ثلاث فبتصير سالب 2 سين تكيب 2 وهونا ثلاث ديروا بالكو شوي بس تأكد منها لا هونا 2 آسف 2 مع 2 بتروح فهم بتضال سين تربيع وهونا 4 سين وهونا زائد جيم حين الطالب الشاطر بدي يعرف إنه يطلحها من النقطة قاف في السفر شو يساوي ثلاث هاي بنقول من النقطة سفر وثلاث بعرف إنه قاف في السفر شو يساوي ثلاث عوض هون يلا بتقول قاف في السفر يساوي بدل ما فيها اندكسين بتحط محلها أي سفر فبتيجي سالب 2 في سفر تكيب زائد سفر تربية زائد 4 في سفر زائد جيم وعننا هنا يا حلوين شو جوابها بيكون إجابتها ثلاث ثلاث هنا جوابها سفر هنا سفر هنا سفر هنا جيم فجيم شو قيمتها تساوي ثلاث قد قيمة جيم يساوي ثلاث الحين بس حط هاي اللي هي قاف السين سالب 2 سين تكيب زائد سين تربية زائد 4 سين بدل جيم شو منحط ثلاث بهذا الشكل وسهل الأمور بسيطة يعني أصعب سؤال ممكن يجيك بهاي الطريقة شامل لكثير شغلات حكي أنا كمان مرة الدرس هذا بسيط وسهل بس بديك تعرف إنه ميل المماس يعني بيكون يحكي عن مشتقة واضح هيا هون قال لك ميل المماس 4 يعني قافت عند النقطة 0 قد أعطاك جوابها 4 وهاي الثلاث بتكون قاف السفر يساوي كم ثلاثة للاقتران الأصلي والمماس للمشتقة إذا أعرفت تعمل الإشي هذا بتكون الأمور سهلة عليهك وإن شاء الله سهل الأمور أيضا إن شاء الله مع الأسئلة إضافية تمكن أكثر بس هي هاي الفكرتين يعني في كل الدرس أي سؤال ما تتردد تتواصل معي كن درس طول أكثر لدى الأجزاء السابقة إن شاء الله المرة القادمة من حل السلة إضافية نتمنى لك التوفيق إلى اللقاء